تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مملكة البحرين لتطوير القدرات المحلية الوطنية في مجال علم الجينوم وذلك في إطار أهداف المشروع الوطني الذي يعمل على توظيف أحدث التقنيات الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة في مملكة البحرين وسيحظى المشاركون المبتعثون للبرنامج بتدريب مكثف مختصم بتسلسل الحمض النووي البشري للمجتمع البحريني وتحليل العينات الموثقة للطفرات الوراثية خلال فترة تدريبية تمتد لعدة أشهر حيث سيتلقى المشاركون في البرنامج تدريبا عمليا ونظريا في تحليل البيانات الجينومية وتطبيقاتها في البحث العلمي والرعاية الصحية كما سيشارك المبتعثون بمشاريع بحثية مشتركة مع فرق البحث في جامعة هاربرد مما يتيح لهم فرصة التعرف على أحدث التقنيات والأساليب في مجال الجينوم والتعرف على الأمراض الوراثية بشكل أفضل وستسهم النتائج المستقبلية لهذا التعاون في تطوير أدوات التشخيص والعلاجات الجديدة للأمراض الوراثية وتحسين جودة الرعاية الصحية في مملكة البحرين من خلال تقديم خدمات طبية متقدمة ومتخصصة للمرضى وفتح أفاق جديدة للبحث العلمي والابتكار في مجال الجينوم بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي لمستقبل البحوث الجينية والرعاية الصحية في البحرين على المستوى المحلي والعالمي ترجمة نانسي قنقر